اه عايزين كمان هنتكلم عن رسارتي وتصريحاته اللي جريدة اسبانية تكلم فيها عن شكل الدوري والامور الفنية اللي تلعاقت بالدوري هذا العام اتكلم كمان عن العقبات اللي قابلة النادل الاهلي اتكلم كمان ان هو تولى المسئولية الفنية بعد عدد ليس بكثير من المباريات اتكلم عن ان النادل الاهلي هو لسه يعني برضو معرفش النادل الاهلي وتاريخه قوي اتكلم ان هو عمل حدث كبير جدا باعتلاقه لكمة الدوري العام لكن النادل الاهلي متعود على كده نتكلم في كل التفاصيل دي ونتكلم كمان هقول لكم قال ايه بالتحديد لكن الحدث الاهم زي ما اتفقنا مع حضراتكم ماشي نرجع لها التانية برجوي بعد ما اقول ان الحدث الاهم ان شاء الله يوم السبت الاهلي وبرمد سيناس كتير قوي بيقولوا الاهلي هيدخل ان شاء الله متفائل بالدوري العام الاهلي باسمه الاهلي بتاريخه الاهلي بانجازاته الاهلي بلاعبته الاهلي بالقواعدة الفنية القواعدة الإدارية عشان كده المباراة ممكن تكون سهلة نوعا ما لكن برمد زي مش ياخد مباراة زي ما احنا بنتكلم كده برمد زي عنده طموحات عنده مدير فن جديد هيقابل فريق كبير قوي قوي بحجم النادل الاهلي اكيد هيكون بيفكر ان هو يعمل حاجة في اول مقابلة ليه خصوان مع فريق كبير زي النادي الاهلي باطل مصر وافريقيا والعرب ايضا المباراة هتكون في ارض الملعب فنيا فيها شغل كبير او ان شاء الله لصارتي يكون مقدر كل هذه الامور الفنيا نشوف صفقات جيدة تدخل في هذا اللقاء من عدم ونشوف افشة اللي كان بلعب في برمد زي عنده وافع كبيرة جدا ممكن يقدمها هنشوف شكل اللصارتي والتشكيلة اللي ممكن يقدمها مع النادل الاهلي ونناقش كل الكلام ده مع الكابتن الكبير نجم مصر ونجم نادل الاهلي الكابتن ماهر همام تعال اقولكوا تصريحات اللصارتي في الحوار الاجرام مع جريدة اسبانية او مجلة اسبانية قال وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة ده كلام لصارتي وكان علي التأقلم سريعا توليت المسئولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا اقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري ب15 نقطة قال كمان المدرب الرجوياني قال لم يراهن احد علينا انا اختلف معك جدا كلنا راهنا ان النادل الاهلي هياخد الدوري وان شاء الله هياخد واشنا قلنا كمان الكلام ده من بدر اوي كل الاهلوية وكل جميع النادل الاهلي وكل المنتمين النادل الاهلي راهنوا ان الاهلي هياخد الدوري لان ده تاريخ وده يعني مراس ورسناء كلنا كاهلوية الأهلي في أي ظروف دائما بالراهن ودائما بالكسب الرهان لأنه هو عودنا على كده يا مصر رصارتي أنه نحن كلنا راهننا على نادل عالي ممكن تكون تقصد بقى غير الأهلوية اللي ما راهنوش فعلا لكن ماشي قال لم يراهن أحد علينا ولكننا حققنا نتائج جيد عوضنا الفارق مع المنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل عشان كده بقول أنه هو يعني تاريخ نادل عالي كله مفوش مستحيل لكن الدوري السندي كان ليه ظروف مختلفة تماما ماشي هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة قال كمان الأهلي ونادي كبير جدا في أفريقيا وكان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني لقى علي التأقلم على لغة جديدة أقول لكم تاني الكلام اللي قاله لأنه كلام مهم جدا قال الأهلي نادي كبير جدا في أفريقيا وكان الأمر صعبا بالنسبة لي ليه بقى؟ لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة لكن الأمر مر بشكل جيد هي لغة كرة القدم عموما في العموم لغة واحدة ما بتحتاجش مترجمين أو بتحتاج أن أنت تكون بتتكلم عربية أو إنجليزية أو أسباني أو أي أن كان اللغة إيه لكن لغة كرة القدم واحدة فعشان كده كرة أو اللغة الكرة واحدة ممكن يكون الكلام في الصحيفة مش مترجم كويس أوي بالنسبة للعرب لكن الكلام فيه إن شاء الله يعني يبقى فيه تفسير للكلام ده لأن لغة الكرة القدم واحدة لكن في العموم قال علي التأقلم على اللغة الجديدة